صباح الخير من أول إشي بدنا نحكي اليوم بفقرتنا هو إيش هو الكافيين بعدين بدنا نحكي إيش هو آثاره على الجسم هل فيه آثار إيلو إيجابية وفيه إيلو كمان آثار سلبية رح نحكي أكتر كمان عن مصادر الكافيين يعني من وين نحن ممكن يوصل عنا حد أعلى من الكافيين ورح نحكي كمان قد منقدر نشرب أو إيش الجرعة أو إيش الحد الأعلى المسموح للكافيين وخاصة للستات الحوامل وخاصة أننا اليوم كان عندنا حتى كمان بفقرة الرياضة تمارين خاص على الحوامل فأكيد رح يكملوا معنا الحلقة ليعرفوا أكتر إذا بيقدر يشربوا قهوة أو بيقدر يشربوا المنتجات اللي فيها كافيين كمان أكتر ورح نحكي كمان شوية أكتر عن آثاره السلبية على المراهقين أو على الأطفال اللي بلشوا عم يتناولوا أكتر فإذن هاي هي مواضيع فقرتنا لليوم عن الكافيين بالبداية خلينا نحكي أول شي شو هو الكافيين هلا الكافيين هي صح مادة كيميائية موجودة ببعض أنواع الأغذية اللي حم تناولها وخاصة المتعارف عليها أكتر اللي هي الشاي والقهوة وهاي المنتجات أكتر للكافيين طبعا لما منفكر بكافيين وكيف هم بيستخرجوا كتير بلشنا نسمع كمان أنه في بعض المنتجات عم بيسحبوا منها الكافيين هلا الصورة اللي عم تطلع قدامكم شوية معقدة أكتر لكن هي العملية الكيميائية اللي بتتم لسحب مادة الكافيين من الأهوة مثلا أو من أوراق الشاي عادة بيسحبوا مادة الكافيين لأكتر من سبب واحد من الأسباب أنه في بعض الأدوية أو بعض المنتجات بتدخل فيها مادة الكافيين والسبب الثاني أنه نحن كمان بعض الأحيان منحب ناخد منتجات ما يكون فيها مادة الكافيين فعشان هيك بيكون في عنا عملية تصنيعية كبيرة بيسحبوا منها الكافيين وعلى فكرة هي مش عملية كتير كتير صعبة ونحن بدراستنا حتى بالتغزية بأحدى المختبرات قمنا بهاي العملية بشكل مبسط أكتر واستخرجنا مادة الكافيين وكان كتير حلو أنه نشوف كيف فعلاً عم بتتم هاي الأشياء بأشياء بسيطة لكنها بتتم بأشياء كتير كبيرة بالمصانع طبعاً فإذاً هو الكافيين مادة موجودة أصلاً بمنتجاتنا بطريقة طبيعية وبكميات معقولة لكن إمتى بنبدأ نحكي أكتر عن السلبيات أو الإيجابيات للكافيين أو لأي مادة غدائية لما بيصير استعمالها بكميات كتير أكبر أو أكتر من الحد الطبيعي خلينا نحكي هلأ ومنشوف بالسلايد اللي قدامنا إيش الآثار الإيجابية والآثار السلبية لمادة الكافيين هلأ فيه آثار إيجابية إذا نحن عم ناخد الكافيين بجرعات بسيطة بجرعات قليلة والمتعارف عليه أول إشيء إنه الكافيين بساعد كتير إنه ينشط الجسم ويعطي أكتر وعي وإدراك يعني الشخص بيكون أكتر عنده وعي ومعروف كمان أو فيه بعض الأبحاث كمان عم بتقول إنه إذا تاخذ الكافيين بكميات معقولة مش كميات كتير عالية ورح أحكي لكم أكتر عن هاي الكميات ممكن إنه يكون إلو أثر إيجابي على أمراض القلب والجهاز الرئوي القلبي وممكن برضه كمان يكون فيه إلو تأثير إيجابي على الأشخاص اللي بعانوا من السكري وكمان فيه بعض الإيجابيات كمان على موضوع حر الدهون أو زيادة عملية الأيد فيه عندنا كمان كتير أبحاث طبعا هاي لسه مش مثبتة لكن لقوا إنه في بعض الأبحاث كمان مادة الكافيين عم بتخفف من أعراض مرض الألزايمر أو الباركنسون أو اللي هو مرض الشيخوخة اللي بيأثر على الدماغ وبيسبب النسيان لكن مرة تانية برجع بذكر إنه هاي الأعراض الإيجابية اللي نحنا ممكن نحسها من الكافيين بتكون بكميات قليلة لكن لما نحنا بنبدأ نحكي إنه فيه إشي مفيد بتبدأ الناس تاخدوا أكتر بكميات كتير كبيرة وهون بتبدأ تظهر عندنا أكتر الآثار السلبية والآثار السلبية اللي هي إنه الشخص بيصير عنده توتر كتير كبير وبيصير ما عم بيقدر يتحكم بحتى حركاته الإرادية خاصة حركات الأعصاب والإيدين برضو ممكن إنه يأثر أكتر على ارتفاع ضغط الدم وبرضو ممكن يأثر أكتر على إدرار البول ممكن يكون بكميات كتير كبيرة فهاي هي الإشياء السلبية اللي ممكن إنها تزيد إذا نحنا اتناولنا الكافيين بكميات كتير كبيرة فعشان يكي نحنا منقول إنه منقدر نتناول الكافيين لكن لازم نتناوله بكميات المعقولة خلينا نشوف أول إشيء بالضبط هلأ نحنا منقدر نحكي أكتر كمان إنه نتناول الكافيين لكن مش بكميات كتير عالية والإشي اللي بعض الأشخاص كمان كتير بيخافوا منه إنه نحنا إذا تعودنا على الكافيين بكميات كتير كبيرة رح يصير عنا آثار سلبية أكتر للكافيين ويكون صعب إنه نحنا نبعد عنه واللي هي بسموها عادة الإدمان على الكافيين بما إنه عم نحكي عن آثار إيجابية خلينا نحكي قد نحنا منقدر نتناول من الكافيين بكميات عادية الحد الأقصى الحد الأعلى للكافيين هو الأربعمية ميلي جرام يوميا لكن طبعا كأشخاص عاديين ما رح نعرف شو يعني أربعمية ميلي جرام يوميا إذا نحنا منتناول كوبين لثلاث أكواب من القهوة للأشخاص العاديين بيكونوا أخذوا الأربعمية ميلي جرام لكن للست الحامل هاي الكمية تعتبر كتير عالية وما لازم تتعدى الميت ميلي جرام يعني منقول إنه الست الحامل بتقدر تاخد بس كوب واحد من القهوة يوميا بحد أقصى لحتى ما تكون أخذت كمية كتير عالية من الكافيين أو بتقدر إنها تاخد منتجات المنتجات الخالية من الكافيين في كتير هلأ عم نشوف قهوة وخاصة القهوة سريعة الدوابعا اللي ما بيكون فيها كمية كافيين كتير عالية هلأ بما إنه حكينا عن قدية عدد الجرعة خلينا نشوف شو المنتجات يعني نحن دايما منفكر إنه بس القهوة وبس الشاي هم اللي فيهم الكافيين خلينا نشوف شو فيه مصادر أكتر للكافيين منها موجودة قدامكم بغششكم ياها ومنها رح تطلع عندكم على الشاشة بداية طبعا القهوة بكل أنواعها فيها الكافيين الشاي الأخضر والشاي الأحمر أو الشاي العادي لأنه هم أصلا نفس الورقة برضو فيهم كافيين مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية اللي بتحتوي على مادة الكولا فيها الكافيين والشوكولاتة أو المشروبات اللي بتحتوي على مادة الشوكولا برضو فيها مادة الكافيين بعض الأدوية كمان بيكون فيها كمان كافيين فعشانيكي لازم ننتبه يعني إذا نحنا بدنا نعد قد عم ناخد كافيين باليوم ما نعد بس فنجان القهوة فنجان الشاي اللي نحنا عم ناخده برضو عم بيكون فيه كافيين طبعا كمية الكافيين بتختلف حتى بأنواع الأهوة المختلفة مش كل أنواع الأهوة فيها نفس كمية الكافيين فيه الأهوة سريعة الدوابان فيه الأهوة المفلترة فيه الأهوة اللي بيكون فيها مثلا الأهوة التركية اللي احنا بنعرفها مثلا إذا بدنا نقول أنه الأهوة المغلية اللي احنا عادة متعودين عليها كل كوب فيه 150 ميلي جرام بينما القهوة اللي بتكون بالفلتر أو اللي بيسموها عادة القهوة الأمريكية بيكون فيها 135 ميلي جرام من الكافيين والسبب أنه جزء من الكافيين بيروح بالفلترة أو بعملية التصنيع أما القهوة سريعة الدوبان فيها 110 والإسبريسو فيها 64 وما تستقلوا لأن الإسبريسو حجمها كتير صغير وبعض الأشخاص ممكن يتناولوها أكتر الشاي الأحمر بفرق عن الشاي الأخضر أنه كمية الكافيين فيه أكتر فيه 47 ميلي جرام بينما الشاي الأخضر فيه 36 ميلي جرام والشوكولاتة أو مشروبات اللي بتحتوي على الشوكولات زي الكاكاو أو بودرة الكاكاو بيكون فيها 12 ميلي جرام بينما أنواع الأهوة اللي مسحوب منها الكافيين بتحتوي فقط على 8 ميلي جرام فمن هنا نحن بنقدر نشوف أنه تختلف عمالها كمية الكافيين من منتج لآخر حسب عملية التصنيع والدعم بروح عنا كمان كافيين بخلال عملية التصنيع والإشي كمان اللي بح أذكر عليه أركز عليه كتير كمان أنه الكافيين تأثيره على الجسم بيختلف أولا من شخص لآخر وباختلف حسب تركيزه يعني زي ما حكينا مثلا القهوة التركي أو قهوة الأسبريسو صح كميتها كتير قليلة لكن تركيز الكافيين للمي بيكون فيها كتير أكبر عشان هيك بيكون تأثيرها على جسمنا والأعراض الجانبية اللي ممكن أنها نحسها بتكون بتختلف كمان حسب تركيز الكافيين نسبته بنسبة المي يعني الأسبريسو شفنا أنه مثلا فيها 47 لكن كمية المي اللي فيها ما بتتعدى 30 ميلي بينما كاسة الأهوة الكبيرة الأهوة المفلترة مثلا صح فيها 110 لكن كمان فيها مي أكتر وبالتالي تأثيرها على جسمنا بيكون كمان كتير أكتر والإشي الأهم كمان برضو لازم نذكر أنه الأشخاص تحملهم للكافيين بيختلف من شخص لآخر في أشخاص بنحس أنه نحن إذا أخذنا كمية كافيين في بعض الأشخاص ما بيأثر عليهم زي أشخاص تانيين مثلا شخص ممكن الكاسة تأثر عليه وتعمله قلق وما ينام بعض الأشخاص ممكن تأثر عليهم أكتر وزي ما حكيت بالبداية أنه بعض الأشخاص أو الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم نحن منخاف من تناول الكافيين أو المنتجات العالية الكافيين وفعلا بعض الأبحاث لأت أنه شرب القهوة أو شرب المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين ممكن أنه يرفع ضغط الدم لكن هذا مش معناته أنه هو بيعمل ارتفاع ضغط الدم لكن بعد شرب القهوة بفترة قصيرة ممكن أنه يرتفع الضغط بهاي المرحلة فإذا كان هذا الشخص يعاني من ارتفاع الضغط وعم ياخد أدوية لإله ما لازم يكتر من المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين لأنه بعد شربه رح يرفعه شوي لكن إذا شخص عادي ما عنده أي أمراض ضغطه عم يشرب قهوة مش معناته أنه القهوة رح ترفع له من ضغط الدم هاي بالنسبة للمنتجات العادية أو القهوة لكن إذا نحن بدنا نحكي أكتر عن المراهقين أو عن الأطفال اللي عم نشوفهم عم يشربوا الشاي بكميات كتير أكبر وعم يشربوا أكتر كمان المنتجات خاصة المشروبات الغازية اللي عم بتكون تحتوي على الكافيين هون بدنا كتير ننتبه لهذه الأشياء لأكتر من سبب السبب الأول أنه لما المراهقين عم ياخدوا هاي المنتجات أولا عم ياخدوها بدل منتجات مفيدة زي الحليب يعني عم نشوف الأطفال أو المراهقين بطلوا يشربوا الحليب وصاروا يتناولوا المنتجات الغازية اللي بيكون فيها نسبة الكافيين كتير عالية فنحن هون أول شيء منعناهم من تناول الكالسيوم وأديه ومفيد لإلهم وبنفس الوقت عم نعطيهم منتجات عم تحرمهم أو تاخد جزء من الكالسيوم الموجود بعضامهم وفي كتير أبحاث عم بتقول أدي الكافيين بيأثر على عملية امتصاص الكالسيوم فعشانين كم نقول ننتبه أكتر لأطفالنا ما نعودهم أبدا على شرب المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين ولا حتى على الشاي نركز أكتر على الحليب أكتر لأنه هو الغداء المفيد لإلهم وننتبه كمان لأنه هاي المنتجات فيها كمية سكر كتير كبيرة وعم بتخلي كمان جسمهم يزيد بالوزن وهاي واحدة من السلبيات التانية كمان للمنتجات الغازية فعشانين كم نقول لك إحنا أشخاص عاديين ممكن ناخد أثار إيجابية من تناول الكافيين أو القهوة أو المنتجات اللي بتحتوي على الكافيين لكن ما نحاول أنها تتعدى الكاستين باليوم وللحوامل طبعا ما تتعدى الكاسة ونحاول دايما ندور على المنتجات اللي هي مفيدة أكتر بتعطينا غداء أكتر مش بس بتعطينا سعرات حرارية وإذا بدي أحكي على السعرات الحرارية كمان قبل ما تخلص فقرتنا منذكر أن القهوة بذات نفسها ما فيها سعرات حرارية إنما الإضافات اللي نحنا منعطيها إياها هي اللي بتعطيها سعرات حرارية وبنفس الوقت القهوة ما بتنحف صح زي ما قلنا بعض الأبحاث قالت إنها ممكن ترفع بكمية كتير قليلة من عملية الأيد لكنها غير كافية بالحد المسموح فيها اللي نحنا منتناوله لأنها اتنحفنا فاستمتعوا بكاسة القهوة الصباح لكن ما تزيدوها أكتر وما تكون هي السبب لحتى يصير عنا التوتر أكتر خاصة للطلاب المدارس اللي عم يشربوا قهوة لحتى يصيروا عم يصحوا أكتر وعم بتكون أثارها سلبية أكتر عليهم لأنهم عم بفقدوا التركيز أكتر هاي بالنسبة للقهوة هلأ بتقدروا تكملوا نهاركم وتشربوا قهوتكم لليوم رح أترككم أنا ورح أترككم تكملوا باقي الفقرات مع دنيا دنيا اشتركوا في القناة